لقعنا بكم وسمعنا ما زال نستمر دائما من خلال فقرات للمولاتين المتنوعة وبحضور خبير الشار لبناني احمد سليمان اهلا بك احمد بحنور رمضان كريم الله يبارك فيك تمنى تكون على خير ان شاء الله انت والاسرة ديالك ومرحبا بك دائما كتنورنا في البرنامج اليوم مع خبير الشار لبناني احمد سليمان اكيد على اننا قدينا نتكلم شوية على العناية بالشار خلال الصيف يعني الطريقة صحيحة للعناية بالشار خلال يعني فصل الصيف وفرصة على اننا انت عارفوا على الجديد ديالو واهم حاجة هو انه دائما السخاوة من عند احمد سليمان فا استعدادا يعني الفترة ديالعيد وكان عارفا انه كل سيدات بليك يقرب العيد كتبغي تكون في احسن اطلالة فمشكور جدا خبيرة الشار لبناني احمد سليمان اه غايهدي الكتير من السيدات اللي غادي تواصلوا معنا هاتفيا في البرنامج دابا اه على سفر خمسة تين وعشرين تماني وتمانين سفر سفر ستين واحد وستين تين وستين قصائم تجميلية للعناية بالجمال ديالكم اه يعني في مراكز التجميل ديال احمد سليمان بالدرب ايضا فيمكن لكم على انكم تواصلوا معنا من دابا وان شاء الله يكون الربح من نصبكم اه ان شاء الله اه وان شاء الله نجعلوا م Databaseィassociين على الامر umm �� MID check middam بعضنا عمل ووفم اعلم اه وخبطي القسم ثليمان metal اسمحت للدرب الامرique احنا غادي نكليوها ان شاء الله اه خلال طيلة هاد يال اسبوع انا غادي نجول المستمعات ان شاء الله آآ كيفاش طريقة continua جيد للمشاركة باش ان هم يربحوا هاد القاسيما ديال الفين درهم على الصفحة الديال الفيسبوك أول حاجة هو أنه في الوقت السيام وفي رمضان الحمد لله صحة دينا نستفيد من هذا السيام وخاصة إلى مائدة الفطور عرفنا شنو تناكله في كيفما أنه البشرات دينا كتكون فيها واحد نظرة نفس الشي بنسبة للشعر فكان عرفوا لأنه غير هو من يكون صهر والتعب بحكم أنه يعني ذاك الوقت ما تيكونش يعني كبير بالنسبة أنه الفترات دينا مع الفجار مع يعني بزاف دي الأمور فنهار على نهار نهار على نهار المدة شهر يكون واحد التعب واللي تهو كيده رحت على الشعر فكيفاش يعني ممكن أننا نعتني بالشعر دينا وخاصة إحنا مقابلين على العيد إن شاء الله على الصيف كذلك فكنا عرفوه على أنا بزاف دي المشاكل التجميلة اللي ممكن يتعرض لها الشعر سناك مثل ما ذكرت كتير منيح يعني اليوم الروتين اليوم اللي عم يصير عند المرأة بشكل الصيام من فترات طويلة عم تمرق بنهار ما عم نشرب ماي تغيير أنواع الأكل ووقت النوم هيدا عم يأثر كتير على موضوع الشعر دايما عم نحاول أنه نساعد الشعر خارجيا أنا أمور الداخلية اللي عم نحكي فيها الغزاء والكذا كتير مهمة خارجيا بدنا نعمل مواد شوي طبيعية تكون حمام زيت للشعر مهم بزاف طبيعي إنشان النشط ونعطيه الفيتامينز اللي هو يبدو إياها بهذه الفترة فيتين على فترة باب صيف وحرارة وتغيير مناخ كمان بدنا نعطيني بالشعر بطريقة اللي لازم تكون نعطيه الأكسجين للشعر نعطيه الفيتامينز نغزيه ونحميه من الحرارة لأنه عم تكون الشعره كتير حساسة بهذا الوقت عم تتأثر بالحرارة اللي عم تكون بأشعة الشمس أو برطوبة اللي عم تكون عالية ضروري نحاول نعملها مواد إنه ترجع نرطبها نحميها نعطيها بروتكشن للشعره مشان ما ما توصلها للدرر والتلف فعلا لأنه مهم جدا دوك حمام زيوت وأنه ننتهلو في شعر دينا ماشي يعني يا غير في واحد الفترة معينة دكشي علش دائما كانت نصح لأنه العناية بالشعر خاصة تكون على مدار العالمي ماشي حتى الفترة معينة باش نحصله على النتيجة المطلوبة